السلام عليكم أبناي وأبناتي تلميزات الصف الثالث الابتدائي أهلا بكم في قناة ذاكر لي يا بابا النهاردة عن ذاكر مع بعض مادة اللغة العربية عن ذاكر مع بعض الدرس أصغر سباحتي بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ الدرس مع بعض أصغر سباحة أقول لك أول وأصغر سباحة برالومبية في مصر وإفريقيا والوطن العربي تحصل على مدينة نسائية في بطولة للعالم السباحة آية الله أيمن عباس درسي بتاعي يا أولاد هي حكي قصة السباحة آية الله أيمن عباس وهي أصغر سباحة برالومبية في مصر وإفريقيا تحصل على مدينة نسائية فيها يا أولاد في بطولة السباحة في بطولة العالم للسباحة آية منذ ولادتها من زو الإرادة يبقى آية من زو يا أولاد من زو وقد حققت حلمها بأن تكون أصغر بطلة في بعثة الرياضيين المصريين في دورة الألعاب الأولمبية والبرلمبية التحقت آية بالمنتخب المصري للسباحة لزوء الإرادة عام 2014 وناضلت لتشارك في بطولة عالمية لتكون أول سباحة مصرية وعربية تشارك في بطولة الألعاب الأولمبية في بطولة أولاد الألعاب الأولمبية وعمرها لم يتجاوز 16 عام أحرزت آية مدليتين فضية وبرونزية في بطولة العالم البرولمبية بالمكسيك عام 2017 وعمرها كان كام يا أولاد كان عمرها 17 عام استطاعت آية أن توفق بين دراستها في المرحلة الثانوية وتدريباتها المكسفة لتحافظ على مستواها التعليمي والرياضي المتميز أقول لك حصلت آية على وسام الجمهورية لتكون أول من يحصل عليه في تاريخ السباحة المصرية ده بالنسبة لدرسنا عن أصغر سباحة السباحة من أولاد آية الله أيمن عباس أنا أتقل مع بعض الملحق الأنشطة والمتابعة اليومية للأضواء أنا أخذ مع بعض الكلمة ومعناها هنا البرولمبية يعني البرولمبية يا أولاد يعني الأولمبية لزوي الإرادة الأولمبية لزوي أولاد لزوي الإرادة يبقى البرولمبية يعني الأولمبية لزوي الإرادة حلم يعني حلم يا أولاد يعني ما يراه النائم في نومه يبقى حلم ما يراه يا النائم في نومه ناضلت يعني ناضلت يعني كافحت واجتهدت كافحت واجتهدت توفق يعني يا أولاد يعني توازن توفق يعني توازن المكسف يعني الكثير المكسف يعني الكسير وسام يعني مدلية المفرد والجمع الوطن جمعه الأوطان بطولة جمعها بطولات دورة جمعها دوارات وسام جمعه أوسمة الألعاب مفردها اللعبة الرياضيين مفردها الرياضي المصريين مفردها المصري تدريبات مفردها تدريب الكلمة ومضادها أول مضادها آخر أصغر مضادها أكبر حلم مضادها واقع يعني بعد كده أولاد الأساليب والتركيب اللي في الدرس أول حاجة عندنا أحرزت آية ميداليتين فضية وبرونزية في بطولة العالم البرولمبية يعني أول حاجة أولاد أحرزت فعل ماضي أحرزت آية آية اسمه مؤنس مديلية فيها مد باليا فنقوله مديلية مديليتين يبدأ فيها مد باليا هنا فضية تنوين بالفتح وبرونزية هنا حرف مشدد الياء حرف مشدد فيه حرف جر والعالمي مدي بالألف هنحلم مع بعض تدريبات الأضواء على الدرس من كتاب ملحق الأنشطة والمتابعة اليومية نشاط واحد ضع كل كلمة في الجملة المناسبة لها جيب لك كلمة وسامن البرولمبية مكسفة ما ظلت أوفقه نقرأ مع بعض الكلمات الجملة ونضع الكلمة المناسبة أحب متابعة الألعاب نقاط لأنها تحفزني ألعاب البرولمبية نكتب البرولمبية مع بعض نقاط كي أفوزة في المباراة النهائية نختار كلمة نضلت كي أفوزة في المباراة النهائية كي أفوزة في المباراة النهائية نكتب مع بعض إذا أردت أن أتميز أحتاج أن أوفق بين دراستي وتماريني نختار كلمة يا أولاد أوفق نكتب مع بعض وقت تسليم لوحاتي المصابقة أرسم لساعات مكسفة نختار كلمة يا أولاد مكسفة نكتب مع بعض حصلت على نغط بعد فوز في بطولة الجمهورية يبقى حصلت على وسامن يبقى حصلت على وسامن بعد فوز في بطولة الجمهورية نكتب وسامن نشاط إثنين يقول اختار من القائمة الجمع المناسب بكل كلمة هنا يجب لك كلمة الوطن الجمع بتاح يا أولاد الأوطان نكتب مع بعض الأوطان دورة يمعها دورات نكتبها مع بعض يمع بطولة بطولات نكتب مع بعض يمع وسامن أو سيمة نكتبها مع بعض نشاط ثلاثة يجب كل كلمة بمضادها يقصر كل كلمة بمضادها أول كلمة مع معنا أول أول مضادها آخر هنوصل دي بدي اولاد اصغر مضادها اكبر نوصل اصغر باكبر حلم مضادها واقع نوصل واقع بحلم نشاط اربعة قولك فكر استم اكتب مفرد الكلمات التالية نشاط اربعة قولك فكر ثم اكتب مفرد الكلمات التالية مفرد الالعاب اللعبة نكتب مع بعض مفرد المصريين المصري مفرد الرياضيين الرياضي نكتب مع بعض مفرد تدريبات تدريب نشاط خمسة صل كل سؤال باجابته هنا يجب لك سؤال ويجب لك الناحية تاني الاجابات ما جنسية آية بجنسية آية مصرية نوصل مصرية ما حلم آية حلمها ان تكون اصغر بطلة في الالعاب البرالومبية نوصلها مع بعض كم كان عمره آية عندما اشتركت في الالعاب البرالومبية لم تتجاوز ال16 عام ما عدد المدليات التي احرزتها آية مدليتان مدليتان فضية وبرونزية ما الوسام الذي حصلت عليه آية وسام الجمهورية نوصلها مع بعض نشاط 6 اقرأ ثم اجب استطاعت آية ان توفق بين دراستها في المرحلة الثانوية وتدريباتها المكسفة لتحافظ على مستواها التعليم والرياضي المتميز هذه من الفقرة كلمة معناها الكسير الكلمة المعناها الكسير يا ولاد هي المكسفة نكتب مع بعض كلمة مفردها تدريبها تدريباتها نكتب مع بعض في رأيك كيف وفق وفقت آية بين دراستها وتدريباتها نقول يا ولاد عن طريق النظام تحديد وقت للمذاكرة اخرى للتدريبات نكتب مع بعض جيم استخدم من الفقرة فعلا مضارع فعلا مضارع اولاد هي توفق نكتب مع بعض فعلا ماضيا نقول يا ولاد استطاعت نكتب مع بعض كلمة بها لامن شمسية نقول يا ولاد السانوية نكتب مع بعض كلمة بها لامن قمرية اللي هي كلمة المكستفة نكتب مع بعض حرف عطف اللي هو الواو كلمة بها حرف مشدد اللي هي أولاد هي التعليمي وكده وصلنا معاكم لنهاية درسنا النهاردة ارجو يكونوا استفدتم معانا والى اللقاء في درس جديد من دروس مالة اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة